بسم الله الرحمن الرحيم قاسين تلب آيات القرآن وكتاب مبين قدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمرون أولئك الذين لهم تبقوا العذاب وهم في الآخرة هم الأفسرون وإنك لتلقى القرآن من لذن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تسطلون فلما جاءها أنبيا من دورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز فأنها جاءة ولا مذبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفتهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا من حق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أن كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحا أو أو لا يأتيني بسلطان قبير فمكث غير بعيد فقال أحدت بما لم تحت به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبر في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلمون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملك إني ألقي إلي كذاب كريم إنه من سليمان وإنه باسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأكوني مسلمين قالت يا أيها المنه رفتوني في أمري ما كنت قادعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن ألو قوة وألو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فنازرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون إرجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاطرون قال يا أيها الملوك أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أن آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقبيل أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أن آتيك به قبل أن يرتد إليك قرفه فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من خطب ربي ليبلوني أأشكر أم أكبر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها نعظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها دخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلها مذا خاهم خالحا أن يعبدوا الله فإذا هم طريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهد يفسدون في العرض ولا يسلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثرم لنقولن لوليه ما شهدنا مهنك أهده وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خابية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبسرون أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ عُهُورِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَدُونَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِبُوا آلَ لُوبٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَفَهَبُونَ فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من القادرين وأنطرنا عليهم مقرا فساء مقر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه آر الله خير أم ما يشركون أَمَّنْ خُلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَانْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَلَائِقَ ذَا تَبَهْجَةَ ما كان لكم أن تنبتوا شجرها فإله مع الله بلهم قوم يعزلون أَمَّنْ جَعْلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعْلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعْلَ الْأَرَوَاسِيَ وَجَعْلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَهُمْ مَعَ اللَّهُ وَالْأَكْثَرُ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُدْقَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهُمْ مَعَ اللَّهُ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الْرِيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهُ تَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُفْرِكُونَ أَمَّنْ يَبْلَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهُمْ مَعَ اللَّهُ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَابَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّا لَيُبْعَثُونَ بَلِ الدَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا ضُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا دَمُخْرَجُونَ لقد وعدنا هذا نحن وأباؤنا من قبل إن هذا إلا ساقير العونين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكون في ضيقهم مما يحبون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن سطورهم وما يعلمون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يخص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يصالفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموت ولا تسمع الضم الدعاء إلا أن لهم دفرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا من من يكذب بآياتنا فهم يودعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلم فهم لا يعطفون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم مؤمنون ويوم ينفخ في الصور فخزع من في السماوات ومن في العرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر الصحاب صنع الله الذي أطن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكفت أجوههم في النار هل تجزرن إلا ما كنتم تعملون إنما قمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرما وله كل شيء وقمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتذا فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من الموذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافر عما تعملون ترجمة نانسي قنقر